موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذا سليما كثيرا إلى يمدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة ولقاء متجدد من برنامجكم علماء مسيون سنتحدث عن عالم من علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعن رائد من رواد النهضة الإصلاحية في الجزائر كان يدعو إلى التوحيد ونبذي الشركي ويحذر من الخرافات والبداء هو الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله اسمه السعيد بن محمد الشريف علف بأبي يعلى الزواوي والزواوي نسبة إلى الزواوة ينتمي إلى عائلة شريفة من الأدارس الحسنيين ولد رحمه الله سنة 62 وثمانمائة وألف للميلاد الذي كان يوفق سنة 79 ومائتين وألف للحزرة بقرية تفريت ناث الحاج ببلدية أزفون بولاة تيزيوزو نشأ في عائلة محافظة فتلقى العلماء على والده الشيخ محمد الشريف فحافظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ العلوم الشرعية واللغوية فعائلة معروفة بمحبة العلم والعلماء وكذلك أنجبت بعض العلماء ثم بعد ذلك انفتحت أمامه آفاق واسعة في مسيرته العلمية حينما التحق بزاوي الشيخ عبد الرحمن يلولي والشيخ رحمه الله درس عند عدة علماء من شيوخه والده الشيخ محمد الشريف وكذلك درس عند الشيخ أحمد أجذيذ ودرس كذلك عند الشيخ محمد بن زكري ودرس كذلك عند الشيخ محمد البوجليلي فكان له محصول علمي وافر وقعت حادثة للشيخ رحمه الله كادت توقف مسيرته العلمية وذلك حينما اعتدى شخص على والده فحزن حزنا شديدا فذهب إلى ذلك الشخص الذي اعتدى على والده فقتله فحكمت عليه المحكمة بالسجن مدة سبع سنوات ثم بعد ذلك أفرج عنه بعد ثلاث سنوات لحسن سيرته وفي السجن أراد أن يستغل فترة سجنه في تعلم اللغة الفرنسية فكان يتعلم اللغة الفرنسية من مدير السجن ويعلمه اللغة العربية مما أهله بعد ذلك إلى الحصول على وظيفة في القنصلية الفرنسية في الشام والذي سعده في ذلك هو الشيخ محمد سعيد بن زكري وكان صديقا حميما له وهو شيخه حصل على وظيفة سنة 12 و900 ألف للميلاد الذي كان يوفق سنة 30 و300 ألف للحزرة وكان يحض الجزائريين على الرجوع إلى بلاده لذلك رجع إلى الجزائر سنة 20 و900 ألف للميلاد الذي كان يوفق سنة 38 و300 ألف للحزرة فذهب إلى الزواوة ثم بعد ذلك التحق بالعاصمة وكان في طريق قد مر بمصر والتقى ببعض العلماء فعين إماما رسميا في جامع سيد رمضان بالقصبة فكان لا يذكر هذا المسجد إلا وتذكر الناس الشيخ أبو يعلى الزواوي نعم إلا تذكر الناس الشيخ أبا يعلى الزواوي وهو عالم فاضل كان متظلعا في علوم شدة فكان يدرس في هذا المسجد ويفتي الناس ويفصل في الخصومات ولكن السلطات الفرنسية ضيقت عليه بسبب فكر الإصلاح فكان ينتمي إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكان يحارب الخرافات والبدع ويدعو إلى التوحيد ومنابذة الشرك لذلك نجد بأن السلطات الفرنسية منعته من بعض المميزات التي كان يحصل عليها الموظفون في الإدارة الفرنسية من القضاة والمفتين والآئمة الرسمية ومع ذلك ظل الشيخ صابرا وثابتا في مواقفه وبعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 31 وتسعمائة وألفين للميلاد الذي كان يوفق سنة 49 وتسعمائة وألفين للهجرة عين عضوان في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكان يرأس اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة أسست من الأعضاء المقيمين بالعاصمة تتولى إدارة شؤون جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لأن أغلب الأعضاء في المكتب الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد تأسيسها كانوا من خارج العاصمة فهذه اللجنة الدائمة للعمل تضم الأعضاء من العاصمة فقط فكان يرأسها عمر إسماعيل فبعدما ترك هذا المنصب تولى الشيخ أبو عالي الزواوي رئاسة هذه اللجنة فبعدما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سارت بخطة واضحة من أجل الإصلاح والتعليم والتهذيب ومحاربة الخرافات والبداء فحينما تأسست انضم إليها جماعة من الطرقيين وحضروا حفلة تأسيسها ثم بعد ذلك احتدم الخلاف بينهم فعمر إسماعيل أراد أن يستولي على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتقديم الاستمارات التي تقدم في انتخابات سنة 32 وتسعمائة مؤلف للميلاد الذي كان يوافق سنة 51 وثلاثمائة مؤلف للهزرة فقدم لأشخاص قدم هذه الاستمارات لأشخاص لا يتصفون بوصف العالم والذي يكون في المكتب الإداري نصرت عليه المدة السابعة من القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن الأعضاء الذين يكونون في المكتب الإداري لا بد أن يكونوا من أهل العلم لا بد أن يكون فيهم وصف العالم لذلك حينما كان الاجتماع في شهر ماين سنة 32 وثلاثين وثلاثمائة مؤلف للميلاد الذي كان يوافق سنة 71 الذي كان يوافق سنة 51 وثلاثمائة مؤلف للهزرة اجتمع هؤلاء الذين يريدون تعيين المكتب الإداري الجديد وكان عمر إسماعيل يحاول إقصاء جماعة من العلماء الإصلاحيين في المكتب الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فتكلم الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله ورحب بالحضور ثم بعد ذلك بيّن لهم بأن الأعضاء المنتخبين في المكتب الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لا بد أن يوجد فيهم وصف العالي ثم كوّن لجنة كان يترأسها الشيخ أبو يعلى الزواوي هذه اللجنة تقوم بامتحان هؤلاء الذين ترشحوا للانتخاب ليراهلهم من العلماء أم ليسوا من العلماء لأنه حشر من العلماء من ليس منهم هناك بعض الأعضاء الذين أتوا لم يكن لهم علاقة بالعلماء لا من قريب ولا من بعد فلم يتشبهوا بالعلماء في أخلاقهم ولا في علمهم ثم بعد ذلك احتدم الخلاف حتى الزوال ثم بعد ذلك رأى علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأنه لا يمكن الفصل في القضية بمعنى أنهم أرادوا أن يكون الانتخاب من دون الرجوع إلى المادة القانونية وهي المادة السابعة من القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمعنى أن الأشخاص الذين حصلوا على الاستئمارات ولم تتوفر فيهم شروط العالم أرادوا أن يترشحوا وأن يكونوا أعضاء في المكتب الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وهو ما رفضه العلمة عبد الحميد بن باديس رحمه الله ثم بعد ذلك اشتد الخلاف فرأى الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله أن الواجبة في هذا الظرف هو حماية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لأنه كان يخشى أن تتخذ السلطات الفرنسية من هذه الحادثة ذريعة من أجل توقيف نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فاستدعى الشرطة من أجل حفظ النظام ثم بعد ذلك اختمت الجلسة وتم بعد ذلك انتخاب المجلس الإداري الجديد لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بينما الأعضاء الطرقيين انسحبوا بعد هذه الحادثة وكونوا جمعية تسمى جمعية السنة ولكن هذه الجمعية لم تعمر طويلا بسبب الخلافات التي كانت بين أعضائها نعم هكذا نجد بأن الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله لعب دورا بارزا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فكان رئيسا للجنة الدائمة للعمل في العاصمة بحكم أنه كان إماما في جامع سدر رمضان بحي القصبة في العاصمة الشيخ رحمه الله كان مثالا في الجد والصبر والمصابرة أرادت السلطات الفرنسية أن تضغط عليه من أجل أن يوقع عريضة ضد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولكنه رفض لأن بعض الشيوخ الرسميين وقعوا عريضة وقدموها للسلطات الفرنسية من أجل إيقاف نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولكن الشيخ أبا يعلى الزواوي رحمه الله رفض فكانت له مواقف ثابتة وظل يدرس في جامعه فاستفاد العديد من الطلبة من علمه نعم مما علف عن الشيخ رحمه الله أنه كانت له رحلات عديدة إلى عدة بلدان والتقى بالعديد من العلماء والشيوخ منهم الشيخ طاه الجزائري وكذلك التقى بالأديب شكيب أرسلان والتقى كذلك بأحمد محمد شاكر محدث الديال المصرية والتقى بالعديد من العلماء نعم والشيخ رحمه الله كان له نشاط علمي كبير فكان يدرس ويعلم ويوجه الناس وكان له محصول علمي وافر وكان يلتقي بعض العلماء في العاصمة كانت له لقاءات مع الشيخ محمد بن زكري الذي كان مديراً لمدرسة الثعالبية في العاصمة وكذلك كان يزور الشيخ الرزق الشرفاوي كانت له علاقة وطيدة بالعلامة الموسوعي الرزق الشرفاوي فكان يزوره في العاصمة يلتقي به في المسجد ويتحدث معه في مواضيع عديدة وأحياناً يلتقي به في مقهة لمسان المشرف على البحر في العاصمة والشيخ رحمه الله كان له عاهة في رجله كان عنده عرج الشيخ محمد صلى الله صديق كان يفكر في زيارته فرغب في زيارته ولكن علم بأن الزيارة لا يمكن أن تكون فلم يقدر اللقاء به ومضى الشيخ رحمه الله في دعوته الإصلاحية معلماً ومرشداً وموجهاً حتى توفاه الله تبارك وتعالى بعد حياة حافلة بالعطاء توفي سنة ٢٢٥٠ وتسعمائة وألف للميلاد الذي كان يوافق سنة ١٧١ وثلاثمائة وألف للحجرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم إنه سمع قريب مجيب وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى حلقة أخرى مع عالمين من علماء الجزاء المسيين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نور سرى في أرضنا قدين يهدي لكل العالمين سبيلا لينير في الظلمات كل حق ترجمة نانسي قنقر